السمات أو الصفات المتنوعة للحفلة في قرية صغيرة وهي القرية عاش الكثير من الناس يعني عاش يعيش يعني أنا كانت لطيفة أو ودودة تستخدمها عندما تريد أن تصف شخصاً ما أنه لطيف أو ودود ونظمت حفلة يعني ساعدها بين هو الفعل في الماضي لأنه كان مستعد للمساعدة يعني معاون أو مستعد للمساعدة يعني زيانوا المنزل معا أو سويا يعني زيانا يعني كلارا كانت فضولية تستخدمها عندما تصف شخصاً ما أنه فضولي وقامت بطرح العديد من الأسئلة يعني طرح الأسئلة يعني كانت صبورة تقولها لشخص ما صبور يعني ساعدت الأطفال في اللعب فرانك كان صريحاً تقولها لشخص ما أو تصف بها شخصاً ما صريح قال لأنه أن الزينات أو الدكورات كانت جميلة يعني جينا كانت كريمة تصف بها شخص ما كريم أحضرت الكعك إلى الحفلة يعني أحضر أو جلب في الماضي وشاركتها أو تقاسمتها تايلن يعني شاركة أو تقاسمة هانا يعني هانا كانت مهذبة أو مؤدبة تصف بها شخص ما مؤدب ورحبت بجميع الضيوف يعني تينا كانت يعتمد عليها سوفرلسيح تصف بها شخص ما يمكن الاعتماد عليه أو موثوق به زي فلت دي جتخينك ناخ أعادة ملء المشروبات نخفلن يعني إعادة الملء دي جتخينك وهي المشروبات يانا كان مضحكاً تصف بها شخص ما مضحك إر أعزلت لسطيغو جشيشتن كان يحكي قيسسان مضحكاً دي جشيشتن وهي القيسس أليكس وار أونغدولده كان أليكس غير صابور أونغدولده سوفر تصف بها شخص ما غير صابور إر بشويرتو سيحي بها شخص ما غير صابور إشتكا من الطعام معكوس كان غير مؤدب أو وقح تصف بها شخص ما وقح أو غير مؤدب أخذ لنفسه الأكل دون أن يسأل يعني نينا كانت كسولة تصف بها شخص ما كسول يعني لم تساعد في التحضيرات كانت بيتخا لا يعتمد عليها وتسوفر لسيح تقولها لشخص ما لا يعتمد عليه أو غير موفق به تصف بها شخص ما متغطرس أو متعجرف كان يتباهى أو يتفخر بإنجازاته أو نجاحاته فعل معناه تباهى أو تفخر وهي النجاحات أو الإنجازات يعني أولا كانت خجولة شوشتا تصف بها شخص ما خجول بيالكاد تحدثت أو تكلمت مع الآخرين كاوم يعني بيالكاد شبخخ والفعل شبخخ في الماضي يعني فيكتور كان ذكيا قام بحل الغاز صعب في المعنى حل لا يحل وهي الغاز يعني تبقى نفسها في المفرد والجمع كانت تصف بها شخص ما جبان كانت خائفة من الأصوات المرتفعة يعني الخوف من شيء ما أو شخص ما وهي الأصوات أو الضوضاء لوت يعني مرتفع أو ساخب يعني كان كانت خائفة مرتبكا تصف بها شخص ما مرتبك كان يمشي ذهابا وإيابا بشكل مستمر يعني بشكل مستمر ليف هو الفعل لوف في الماضي يعني مشى هين و هير يعني ذهابا وإيابا كانت إيفون هادئة أو رزينة تصف بها شخص ما رزين أو هادئ يعني استمتعت بالحفلة بهدوء جنس هو الفعل جنيس في الماضي يعني استمتعت يعني زارة كانت غبية دوم تصف بها شخص ما ربي لم تكن تفهم النكت دي فيتس وهي النكت فرشتاند هو الفعل فرشتين في الماضي يعني كان ألبرت طموحا كان يريد دائما أن يكون الأفضل في الألعاب يعني نينا كانت موهوبة تصف بها شخص ما موهوب يعني عزفت موسيقى جميلة على البيانو تصف بها شخص ما جميل يعني طم كان واثق من نفسه سلبست بيوست تصف بها شخص ما واثق من نفسه ارشبخ خمت آلن جستن اونه آنكست تحدث مع جميع الضيوف بدون خوف ليزا وار شبونتان يعني ليزا كانت عفوية شبونتان تصف بها شخص ما عفوي زي شخص ما اصف بها شخص ما موهوبة للجميع باول war فوغزيشتش كان باول موحترسا فوغزيشتش تصفوا بها شخص ما موحترس أو حذر ارشتلتوا زيشا دس آلو زيشاوارن يعني تأكد من أن الجميع آمين يعني تأكد من يعني دافد كان شجاعا تستخدمها لوصف شخص ما أنه شجاع يعني عندما اندلع حريق وهو الحريق هو الفعل يعني اندلع قام بإخماده بسرعة في هذا السياق هذا الفعل معناه أطفأ أو أخمد يعني هذه كلاغا وهي موفرة أو اقتصادية تصف بها شخص ما اقتصادي أو موفر تشتري فقط ما تحتاجه هذه ميا وهي متواضعة تصف بها شخص ما متواضع يعني تمدح دائما أصدقائها لبن فعل معناه مدحة وتبقى في الخلفية وهي الخلفية ترجمة نانسي قنقر